ماذا أضاف عبد العزيز الجوهري على رواية الهجوم على بيت الزهراء في القرن الرابع بعد مئة سنة من مصنف ابن أبي شيبة اللي تحدثنا عنه قبل قليل شوفوا هذا المؤرخ ماذا أضاف عليها من قصص أخرى لكن رواية أخرى ينقلها أحمد بن عبد العزيز الجوهري فيما بعد يعني في القرن الرابع الهجري تتحدث عن مجيء عمر في أصابة وصياح الزهراء ومناشدتها لهم وإخراج علي والزبير بالقوة من البيت للبيع هذه في أيام الدولة البوهية الكلام قال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود واحد عن واحد من دوم يقول حدثنا واحد ينقل عن كلام واحد عن واحد عن واحد ثلاثمائة سنة يروح قال غضب رجال من المهاجرين في بيعة أبي بكر بغير مشورة منهم يعني وغضب علي والزبير فدخل بيت فاطمة عليها السلام ومعهم السلاح فجاء عمر في أصابة منهم أسيد بن حضير وسلم ابن سلامة ابن وقش وهما من بني عبد الأشهل فصاحت فاطمة عليها السلام وناشدتهم الله روحوا عني يعني فأخذوا سيفي علي والزبير أخذهم هجموا عليهم أخذوا سيفهم فضربوا بهما الجدار حتى كسروهما ثم أخرجهما عمر يسوقهما حتى بايعا جرهم يلا امشوا أحب البيعة بالإكراه كل المسألة هذه تحاول تفسر وتعلل وتبرر مسألة أنه الإمام علي شلون بايع أبو بكر مو إذا كان النبي قد عينه خليفة من بعده ونص عليه في يوم الغدير وفي غيرها من المناسبات فكيف يجوز للإمام علي أن يبايع أبو بكر فقام يخترقون قصص أنه لا ما بايع طوعا بايع كرهن أجبروا على البيعة هذا السر نوراء كل هالكصص هذه ابن أبو الحديد يذكر هذه الرواية يرويها طبعا مو هو يعتمد عليها بس يذكرها في شرح نجل بلاغة صفحة 121 فيما تضيف رواية ثالثة ينقلها الجوهري أيضا أنهم اجتمعوا على أن يبايعوا علي عليه السلام اجتمعوا ذو الجماعة المعارضة فأتاهم أمر ليحرق عليهم البيت مو كان مع ترضين ومع تصمي لا اجتمعوا حتى يسووا مؤامرة على أبو بكر فخرج عليه الزبير بالسيف وخرجت فاطمة عليه السلام تبكي وتصيح رغم أنها تعود نفس الرواية تعود فتناقض نفسها وتقول على لسان الإمام علي ومن اجتمع عنده قال ليس لدينا ليس عندنا معصية ولا خلافا في خير اجتمع عليه الناس وإنما اجتمعنا لنؤلف القرآن في مصحف واحد شوفوا شون الرواية نفسها تنقض نفسها ثم بايعوا أبا بكر فاستمر الأمر واطمئنا الناس هذا عبد العزيز الجوهري أبو بكر عبد العزيز الجوهري ليروي الرواية حقي هس نشوف من وين جت الرواية وبأي كتاب ومتى ومن نقلها عنه وفي رواية رابعة مقطوعة السند طايرة يعني بالهوة ينقلها الجوهري تتحدث عن عزم الزبير على بيعة علي في مواجهة أبي بكر وذهاب عمر مع خالد بن وليد إلى بيت علي وأخذ السيف من الزبير وتكسيره بالحجر يعني هو بسيف واحد سأسوي ثورة وانقلاب ثم الأخذ بيده ودفعه وإخراجه علي معه وقيام فاطمة على باب الحجرة ومخاطبة أبي بكر يا أبا بكر ما أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسول الله والله لا أكلم أمر حتى ألقى الله حيث يقول لما بايع الناس أبا بكر اعتزل علي والزبير فبعث إليه مع عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت كل ساحة فاتس واحد آخر يصير فأتي يا منزل علي فقرع الباب فنظر الزبير من فترة ثم رجع إلى علي فقال هذان الرجلان من أهل الجنة وليس لنا أن نقاتلهما قال افتح لهما ثم خرج معهما حتى أتى يا أبا بكر فقال أبا بكر يا علي أنت ابن عمر رسول الله وسهره فتقول أني أحق بهذا الأمر لا هالله لأنه أحق به منك فقال لا تثريب يا خليفة رسول الله أبسط يدك أبايعك فبسط يده فبايعه ثم قال للزبير تقول أنا ابن عمة رسول الله وحواريه وفارسه وأنا أحق بالأمر لأخذ أتراف من أجم يعني لا هالله لأنا أحق به منك فقال لا تثريب يا خليفة رسول الله أبسط يدك فبسط يده فبايعه نفس المصدر صفحة مئتين واثنين وخمسين وكل هذه الروايات لا نستطيع التأكد من صحتها لأن ابن أبو الحديد ينقلها في القرن السابع الهجري عن من؟ عن الجوهري عبد العزيز الجوهري الذي توفي في القرن الرابع كم سنة فاصلة بناتهم؟ 300 سنة عن كتابه عنده كتاب كاتب هذا أبو مو رواية عن واحد سند واحد عن واحد لا قيلة فتكتاب اسمه السقيفة وفدك هذا الكتاب ما موجود كتاب مفقود يعني ربما ابن أبو الحديد شايفه بس الكتاب ما حد ما شايفه الذي ينقل الروايات من دون سند متصل هو أساسا ينقل روايات من دون سند متصل رغم توثيق ابن أبو الحديد له بس هو هذا وضعه بعد 300 سنة جايدة تنقل من في الكتاب ما نعرف من كاتبة ومنه انت شفت لك كتاب مكتوب قد واحد آخر كاتبة حاط اسم عليه اسم فلان بنا فلان الجوهري يعني صعب ذيك الأيام الآن الطباعة والإنترنت وكل شيء ويزورون بالكتب ويختلقون كتب بأسماء أشخاص فكيف ذيك الأيام بعد 300 سنة جايدة تنقل عن هالكتاب هذا وبالتالي لا يمكن الاعتماد على أي رواية من هذا الكتاب لأن الوجدان في الكتب حسب الرجال والدراية في الأحاديث يقولون إذا لقيت فت كتاب هذا ما يصير يعني رواية موثقة هذه من أضعف طرق الرواية ما سمعت أنت من الشخص نفسه لقيت فت كتاب لسه أنا ما أجي أكتب لكم فت كتاب عن واحد قبل ألف سنة أحط عليه اسم فت واحد الشيخ المفيد مثلا وتلقوه مخطوط بالإيد وبالحبير وبالقصب مثلا هذا مو معنى الكتاب صار مال الشيخ المفيد ما يمكن تعتبدون عليه خاصة إذا كانت كديمة هاي رواية من قرون وأرضة للتلاعب والتزوير شوفوا تاريخنا كيف يكتب ويجوك الناس المستطاع السدج الآن يغرفون بهالروايات ويقول لك ما نحقق إحنا ميجوز نحب أهل البيت حب أهل البيت شنو علاقة بهالخرافات والأساطير اللي قاعد تتكون وتتألف سوف نتابع بحث ونقد الروايات